موسيقى السلام عليكم مع اقتراب نهاية العام الحالي تترقب شريحة واسعة من موظفي قطع الصحة العمومية والتربية تنفيذ زيادات جديدة في الاجور والتي ستتم بموجب تعديلات مرتقبة على القوانين الاساسية لهذه القطعات ويأتي هذا الترقب مدفوعا بتصريحات متكررة من مسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ووزير التربية الذين اكدوا قرب اصدار هذه التعديلات مشيرين الى ان هذه التغييرات لن تقتصر فقط على زيادة الاجور بل ستشمل ايضا تحسينات جوهرية في تصنيف الوظائف وآليات الترقية وتعد هذه التعديلات جزءا من جهود اوسع لاصلاح وتطوير هذين القطاعين الحيويين مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الظروف المهنية للعاملين فيهما وتقدير اسهاماتهم في توفير خدمات اساسية للمجتمع زيادات باثر رجعي تفاصيل التطبيق وفقا للمصادر من المنتظر ان تصدر القوانين الاساسية الجديدة قبل الثالث من ديسمبر المقبل وستطبق هذه القوانين باثر رجعي اعتبارا من شهر يناير لعام الفان وخمسة وعشرون مما يعني ان الموظفين المعنيين سيستفيدون من مستحقات تعويضية تشمل الاشهر الماضية من السنة حيث ستحسب هذه المستحقات باثر رجعي لتعويضهم عن الفترة من بداية العام تشير توقعات الى ان هذه الزيادات في المستحقات ستدخل حيز تنفيذ الفعلي في اقرب وقت ممكن وقد يكون ذلك مع بداية شهر مارس الفان وخمسة وعشرون وعلى ابعد تقدير قد تتأخر حتى حلول نفس الشهر الفئات المستفيدة الصحة العمومية والتربية من المتوقع ان تشمل هذه الزيادات مستخدمي قطاع الصحة العمومية بما في ذلك الاطباء والممرضون بالاضافة الى جميع العاملين في قطاع التربية مثل الاساتذة والاداريين وستستفيد هذه الفئات ليس فقط من زيادات ملحوظة في الاجور بل ايضا من تحسينات في آليات الترقية وشروط العمل مما يسهم في تعزيز الظروف المهنية لهؤلاء العاملين اما بالنسبة لفئات العمال المهنيين والاسلاك المشتركة فمن المنتظر ان تصدر تعديلات خاصة بهم في مرحلة لاحقة مما سيفتح المجال لتوسيع دائرة المستفيدين من هذه الاجراءات وتحقيق استفادة اوسع بين شرائح الموظفين المختلفة تحسينات في التصنيفات وآليات الترقية ومن المتوقع ان يسهم تطبيق القوانين الاساسية الجديدة في احداث تحسينات كبيرة في التصنيفات المهنية حيث سيتم اعادة تقييم المستويات الوظيفية بما يتماشى مع التعديلات الجديدة هذا التطوير في التصنيفات من شأنه ان يعزز المسارات المهنية للموظفين ويوفر فرصا اكبر للترقية الوظيفية بالاضافة الى زيادة التوازن بين الجهود المبذولة والمستحقات المالية مما ينعكس ايجابا على بيئة العمل ويشجع على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها بموجب تطبيق القوانين الاساسية الجديدة ستستفيد بعض الفئات من ترقية في تصنيفاتها المهنية ما سينعكس ايجابيا على الاجور القاعدية تحسب الاجور القاعدية بناء على الرقم الاستدلالي المرتبط بالتصنيف المهني وكل تحسين في هذا الرقم سيؤدي الى زيادات ملموسة في الرواتب بالاضافة الى ذلك سيتم ادخال تحسينات شاملة على الانظمة التعويضية تشمل اضافة منح جديدة او رفع قيمة المنح الحالية مما يتيح للعاملين الحصول على مكافآت مالية اضافية تهدف هذه التعديلات الى تحسين ظروف العمل وتعزيز مكافآت الاداء وهو ما سيشجع الموظفين على تحقيق نتائج افضل ويحفزهم على الالتزام باعلى مستويات الجودة في الاداء الوظيفي زيادات اضافية في الافق الى جانب الزيادات المرتقبة التي تتضمنها القوانين الاساسية الجديدة اشار رئيس الجمهورية الى امكانية تطبيق زيادات اخرى تدريجية قد تصل الى 53% خلال الفترات القادمة ومن المقرر ان تطبق هذه الزيادات على مراحل متعددة مما يسهم في تحسين مستويات الدخل بشكل عام على المدى الطويل وتهدف هذه الاجراءات الى رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاوضاع الاقتصادية للموظفين بما يحقق توازنا اكبر بين الرواتب والتكاليف المعيشية ويعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الحياة للمواطنين تدريجيا تصريحات رسمية تدعم الزيادات اكد رئيس الجمهورية في مناسبات عدة على اهمية تحسين الوضع المالي للموظفين مشددا على ضرورة مراجعة القوانين الاساسية واجراء تحسينات شاملة عليها لتعزيز الاستقرار المالي والمعنوي للموظفين ومن جانبه اشار وزير التربية الى ان هذه التعديلات جاءت نتيجة دراسات معمقة استهدفت فهم احتياجات العاملين في القطاع بشكل دقيق لضمان ان تحقق هذه التحسينات مكاسب حقيقية ومستدامة وتأتي هذه الخطوات في اطار حرص الحكومة على تحسين اوضاع العاملين وتطوير بيئة العمل ما يعكس التزاما واضحا بتوفير دعم ملموس وملموس لفائدة الموظفين في القطاعات الحيوية تأثير التعديلات على المدى الطويل الى جانب الاثر المباشر على الاجور تهدف التعديلات المرتقبة الى تحقيق تحسينات شاملة في بيئة العمل تشمل تحديث المهام الوظيفية وتبسيط شروط الترقية مما يسهم في تسهيل المسارات المهنية للموظفين ومن المتوقع ان تعزز هذه التعديلات استقرار الموظفين وترفع من مستوى الرضا الوظيفي لديهم نظرا لما توفره من فرص تطور ملموسة وتقدير اكبر للجهود المبذولة ومع اقتراب موعد صدور القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية يترقب موظف قطع الصحة العمومية والتربية بفارغ الصبر تنفيذ هذه الزيادات والتعديلات على امل ان تسهم في تحسين ظروفهم المهنية والمعيشية يمثل هذا التطور خطوة كبيرة نحو تحسين الاوضاع المالية والمهنية للعاملين في قطع الصحة العمومية والتربية حيث يعكس التزام الحكومة بالاستجابة لتطلعات الموظفين وتعزيز استقرارهم المادي والمهني ويأتي هذا القرار في اطار الجهود المستمرة لتحقيق بيئة عمل افضل ما ينعكس ايجابا على الانتاجية ويحفز على تقديم خدمات بجودة اعلى نحن في بوابة الاخبار نواصل متابعة هذه المستجدات ونلتزم بتقديم تغطية شاملة حيث سنوفيكم بكل جديد فور صدوره من مصادره الرسمية فالختام تمثل هذه التعديلات خطوة نوعية نحو تحقيق تحسينات جوهرية في اوضاع العاملين مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع من مستوى الرضا في بيئة العمل ومع قرب صدور القوانين الجديدة يبقى الامل معقودا على ان تسهم هذه الاجراءات في تحقيق مستقبل مهني افضل للمستفيدين سنواصل متابعة تطورات هذا الملف لتزويدكم بكل ما يستجد من تفاصيل ومعلومات رسمية حول التطبيق الفعلي لهذه القرارات المنتظرة ترجمة نانسي قنقر